بسم الله الرحمن الرحيم ومساء مطالبة ومنادية بالإفراج عن المعتقلين المسجونين ظلما في معتقلات لا يعلمهم فضا ولا يعلم واخعها إلا الله عز وجل أتحدث إليكم وأنا زوجة شديدة قضى تسعة أيام بالسجود فقد كان أشفى تسع سنوات من الجحيم المتواصل إلى أن شاءت إرادة الرب فارتفاع روح ذلك الإنسان إلى السماء في رحيل يخلده الإله إلى يوم الفناء ذلك هو الشميد كريم بخراوي أتحدث إليكم وأنا أحمل اليوم تكليف يقول أنت روح الشهيد التي تقارد القتلة وأنت روح الشهيد التي تلهمين الشعب وأنت روح الشهيد التي تبعثين الأمل في العوائل المضحية في العوائل التي أرى الآن أماني من الوجوه الصامدة الصابرة المفوضة أمرها إلى غاريها أما صدود العائلة فهو ثبات لا مثيلة وروح حنونة لا زالت تحف ذلك المنزل الذي غام جسد الشهيد عنه إلا أن روحه نازالت تلملينا ففاطمة كم تشتاكل الأب الحنون الذي يأخذها بالأحفال فتتعلم من مدرسته الكثير وزهراء وصور أباها بالأحجام المختيفة المعلقة في غرفتها فهل هذا يعفض منها عند استلامها تقريرها المنرسي ليأخذها بالأحفال ويكافئها بقولة على جميعها وما حال سارة صغيرة الحنونة التي لطالة اعتادت أن تقبل يد أبيها وتقول له تصبح على خير يا بابا فقالي سؤاليها لا يفارق وسادتها عند النوم أما أنا فأني أخطب سيدتي ومولاتي زينب سلام الله عليها فأقول لها كما قلت اللهم تقبل منا هذا القرآن فيا ربي تقبل صمودنا وتقبل تطريتنا وتقبل عطاءنا وتقبل صبرنا فداء لديننا ورزتنا ومبدأ الحق الذي صقره سيد الشهداء عندما قال لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل روح كريم التي طابت ومرت بجرعات تعبيب قال حجكم بالعيان فيها أنه سمع صوته يكبر إلى انقطاع النفس ذلك ما يعني أن كريم تغطع جسده بالضربات حتى الموت وسط اللاعزة بل والمكافئة من المجرمين لصغار المجرمين ذلك ما ولده حتى عذيب الممنهج لدى من تسبي وزارة الداخلية اليوم أقول أن المعتقلين المضحين هم وقود الثورة التي تستمر بفضل صمودنا وتضحياتنا أم الشهداء وهم المحرك الأول والبارف للانتفاض والتحرر من جشع التغيان وتمرد السلطان لذلك أقول لكم يا عوائل تحجان الوطن نحن معكم والشعب فيه معكم لن نترككم ولن نترك أسرانا فقد رفعنا الكفر ندعو السائلين ربنا اتفرج على المعتقلين اللهم ارحم شهداننا وفك قيد أسرانا وشافي جرحانا واحفظ مطامدين ورده لباغنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوجة الشرح الكريم تحرم